عايزة في البداية كده كل واحد منكم يحكيلي امتى بتدى المشوار؟ امتى بتدى المشوار معاك يا هانا؟ وامتى قررت انك تمسكي ألم وتكوني مشروع كاتبة بتبتدي مشوارها من وهي صغيرة في السن ده؟ طيب ابتديت أكتب أنا حد ما بيعرفش خالص يعبر عن مشاعره فكان اكتراح من أن أنا أبتدي أدونل أو بمعنى أصح أن أنا أفرغ الكلام اللي في دماغي أو الحاجة اللي مدائني على ورق فديكت أول مرة خالص أجرب أن أنا أكتب أنا حاسة بإيه وإيه اللي مدائني وكده ومن هنا كتت فكرة أن أنا أبتدي أكتب كتاب تنموي عن الحاجات personal experience حصلت التجارب الشخصية التجارب الشخصية اللي أنا مريت بيها اللي خلتني ممكن أكون حد ناضق شوية واللي خلت عندي زي experience تجارب أو مشاعر بقى عايزة تطلعيها بالضبط والناس يستفيد منها وأنها تبقى حاجة تنموية وحاجة بتحصل خلال جيلنا يعني هي مشاكل بتواكب جيل كامل فهي مشاكل موجودة في جيلنا يعني جيلنا بيواجهها كمان بشكل كبير قوي فأنا قررت أن دي حاجة تبقى تنموية تساعدوا من يحسوا أن هم مش لوحدهم مش أنا بس اللي عديت بالمشكلة دي لأ ده في ناس كمان حوالي جميل فديكت فكرة الكتاب دي كانت البداية دي كانت البداية